السلام عليكم النهاردة هنبتدي موضوع تكملة على المعالجة للمنتجات البترولية احنا خلصنا المرة اللي فاتت كان الجزء كويس اللي هو عملية المعالجة الجزء ده هنبتدي نتكلم على التحويل هنكلمنا بكده عن المعالجة التحويل التحويل احنا كل الهدف بتاعنا هو تكسير المكترات الزيوت السوكيلة اما الوصوب بها اللي هي عدد الكربون فيها عالي عارفين فاكرين احنا مش كان عندنا برجين فاكرين البرجين البرج الاولاني وبعدين كان فيه البرج التاني عند ضغط منخفض هو اللعبة كلها في الحتة دي في الضغط المنخفض الزيوت اللي بتطلع منها بتحتاج منها معالجة عشان عندنا ثلاث انواع منها نوع زيوت تشحيم العربية وزيوت المطور طبع عندنا زيوت مطور تلاتين عشرة فاكرين وفيه عشرين اربعين على حسب نوع المطور اللي انا ببتدي احط له الزيت وكل المطور الجديد لازم يكون عشرة تلاتين ده نسبة الفسكوستي بتاعته وعندنا بعد كده زيوت المطور زيوت التشحيم والزيوت اللي هي البرافنز اللي بنستخدمها في بعض الصناعات أنا رفع قدام طيب يعني انت عايز توصل انا عايز توصل اقول لكم حاجة مهمة نحن ناخد الزيوت السوكيلة ديت طبعا الزيوت السوكيلة معناها ايه ان الموليك الوروب تحها عالي يعني الكلام ده احنا متكلم على اعلى من 40 كربونا او 50 كربونا عايزين بقى نعمل منها ايه في جزء منه في جزء منه من ال 40 دول او 50 بقدر احواله ل كربونز صغير يعني ممكن احواله ل C6 او C9 او C7 قادر احواله للعدد ده طبعا C6 او C7 انا بكلم كده في بترول واخدين بالكم بكلم في بترول فبقدر اخب منه احوال منه نسبة كبيرة للجازورين لا لا النتيجة اللي قدامنا طبعا الجازورين اللي بتحول بيكون عنده رقم الاكتام بتاعه عالي طبعا نتيجة ايه نتيجة ان عدد البرانش تكربون اللي فيه عالية احنا دوقتي هنعرف قدام ليه الاكتام نمبر بيعلى او ليه الاكتام نمبر بيعلى هنخش بعد كده على في عملية التحويل اول حاجة نفكر فيها هو التكسير الحليلي طبعا لما يكون عندنا كربونا 40 وعايز اوصل لكربونا 6 عمل لها ايه اولها بس بس لا احنا كل الفكرة لازم نكسرها فهنا عشان نكسرها لازم نعمل لها تكسير حراري طب التكسير الحراري هنا عشان ناخد مكترات هل درجة حال كام شوف بقى انتو فاكرين ان نعمل عند 450 احنا ازاي هنه 70 وكان نكس 600 و 70 طبعا عايزين ان نحط مهم جدا ان 70 دخط منخفض ولا دخط عالي فاحنا بنحول المكترات الزيوت السقيلة لمواد سائلة و غزية طيب مش كل الشركات بتلجأ للمعاملة ديت اما المعاملة دي طبعا عشان درية حرارة عالية بتبقى خطر حرارة بس بستخدم انها هو 350 ضغط جوي ضغط المتخفض انا على فكرة الضغط كان 760 الواحد اتموسفير 760 فانا كان 350 انا عارفين ليه ضغط المتخفض وبنستخدم سيليكات الالمونيا وبنستخدم سيليكات الالمونيوم فبتديني المكترات بتديني 70% منها جزولين 70% ودي اغلب الشركات بتعملها وخصوصا الشركات اللي عندها اللي موجودة هنا عندنا في المنطقة الشرقية في السعودية طبعا طيب احنا عندنا بعد كده في المعالجة المقصوب بيها انا كنا الاول للمعالجة الاولينية لانا احول المكترات الزيوت السقيلة لجزولين طب والمعالجة التانية هي ازالة الشوائق فاكرين لما كنا قللين البترول عندنا كاربون وعندنا هيدروجين وعندنا سالفر وكنا قللين ان تكتين لا يعدوا 1 من 10% طبعا انا احس اشالهم هو ازاي هنشالهم فعندنا مركبات الكابريتية ومركبات الناتروجينية اللي هي موجودين في البترول ازاي نشالهم طبعا اول طريقة هي المعالجة الكيميائية باستخدم فيها الصورة اللي موجودة فيها الكابريت في البترول هي صورة المركبتل احنا لازم نكون عارفين H 2 S ده ساني جزء الكابريت رح تلبيد الفاسد منيلا بستينية لانتو عارفانا طيب الريحة التانية الجزء التاني انا قدر اشيل ال H واخليها R S أو R 2 S في الحالة نسميها Hydrogen Mercapital والتي يكون 2 R نسميها Mercapital بالانجليزي Mercapital تبديله مثال 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 سوديوم هيدروكسايد طبعا بتركيز غير الشركة المنتجة للموضوع ده كل شركة افل على نفسها في تركيز هيدروكسايد السوديوم لا يمكن تعرف كل شركة لديها السر بتاعها عشان تديك ملح الملح بتاع الكابريت لترصب ويديك مية طيب وبعد كده انا استفدت ايه انا لسه عندي دوقتي فيه راصب من الكابريت والناترجين الخطوة الجاية يبتدي ياخده ويحط عليه كيوبرك كورورايت وياخده برضو يرصبه في السورة ديه يعني مترصب في حكتين يعني مترصب في املح سوديوم يعني مترصب في سيناء الكابريت وهم الاثنين هما الاثنين دول اللي هنا شايفينهم يدوبوا في الماء يدوبوا في الماء كده هو خلص من الكابريت والكابريت اللي موجود في العين بس الطريقة دي مكلفة الطريقة دي مكلفة الطريقة التانية اللي هي بيدرب عصفرين بحجر اللي هو الناترجين كومباوند ومعايا مركبات الكابريت هما الاثنين بيعملوا عملية هيدروجينيشن في وجود الالمينيوم اوكسايد ودرجة حرارة 250 و 400 ويجي قريدي الدرجة لو شغال عليها عشان يديله اشتو اس يتبخر وامونيا غاز طبعا الامونيا الغاز بيتبخر بس في وجود الماء يحطها في ماء الامونيا يدوبها يحولها ال NH4OH الامونيا غاز اللي هو محلول الامونيا طيب احنا كده هو وقفنا لغاية الموضوع ده المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي موضوع جديد على المعالجة المعالجة اشتركوا في القناة